اولا يجب ان نتوقع سيناريو الحرب مع الجزائر كل التقارير والتفليلات تشير الى ان ثقف التوتر يرتفع يوميا واننا اقرب الى سيناريو الحرب من اي مرحلة مضت الذين يتابعون تحركات الجيش الجزائري وخاصة في المنطقة الثالثة التي يقودها سعيد شنقرحة سيلاحظون بان المناورات لم تتوقف طيلة السنوات الماضية اتحدث عن ثلاث سنوات الماضية لدرجة انه لم يعود بمعنى انهم استعملوا مناورة عسكرية تخلق ما بين الجيش الجزائري وميليشيات البوليزاريو بمعنى انهم اشتغلوا مع البوليزاريو دربوا البوليزاريو واخر المعلومات تقول بانهم سلحوا البوليزاريو وهذا كله يدخل في خامة هذا الوضع بمعنى انه ليوم حسب قوات الباضي الى اعلان في الحرب ويكون متروما بين طرف الجيش الجزائري كل هذه الامور تجري وراء الجدار ويبدو بان الجدار الامني المغربي هو المستهدف وهنا تدخل معطيات اخرى اذا كان الجدار الامني المغربي هو المستهدف في الدرجة الاولى من خلال نشر ثواريخ جزائرية معنى هذا انهم يحاولون خلق منطقة من الفوضى وراء الجدار وقد تحاول اختراق بعض الممرات اذا ما يجري هو صعب خاصة هذه الاستعدادات التي تجري في المنطقة الثالثة بقيادة اللواء شنقريحة ولكن دعنا هنا نفهم لماذا هذا السيناريو هو اقرب اليوم في العلاقات المغربية الجزائرية يبدو بان الذي يقود اليوم السلطة هو العسكري الجنرال القيت صالح ويبدو بانه لما تخلص من توفيق مدين انه تغلب على ما يمكن ان نسميه بجنح جنح بطلقة الذي كانت فكرة الحرب ليست موجودة لديه بقوة كما هي موجودة لدى القيت صالح واليوم نحن نواجه ثلاثي وهو القيت صالح كالقائد القوات الجزائري والذي يقدم نفسه بانه رئيس الدولة المقبل ثم هناك قائد المنطقة الثالثة سعيد شمقريحا وهناك ابراهيم غالي الذي هو زعيم البوليزاريو الذي هو جزائري بمعنى تابع بمعنى تابع للقيت صالح يطبق كل اوامره الاوراق الموجودة لدى القيت صالح لكي يحاولوا ان يحاول مسألة انتصاص ما يسمى بالوضع الداخلي الذي ينهار يوميا لدى الجزائريين والتموقع كرجل ازمة والتموقع كرئيس دولة مقبل يقربه بمعنى انه يجعله يبحث في هذه الورقة التي هي ورقة الدفع وهو حرب مع المغرب بمعنى ان هناك اوضاع داخلية داخل الجزائر هي التي تشرح لماذا هذه ورقات او سيناريو الحرب هو الاقرب بمعنى ان القيت صالح اليوم قد يشعل حرب في المنطقة لتموقع على مستوى السلطة ويكون هو خليفة بوتفليقة ان يدفع بالجزائريين نحو الحرب مع المغرب لكي يحتوي الوضع داخليا ويصبح هو رئيس الدولة اذا نفهم هذه المسألة جيدا لهذا نقول بان السيناريو الاقرب اليوم بين المغرب والجزائر هو سيناريو الحرب ولكن ضعني هنا اوضح من خلال التاريخ دائما كانت لما يكون هناك صرع على السلطة داخل الجزائر فانها تعمد الى مسألة خلق توتر مع المغرب والذهاب نحو سيناريو الحرب بمعنى يكون حاضر مثلا حرب الرمال في السينات فهي ناتجة عن صرع كان بين مدنيين وعسكريين داخل الجزائر قاد الى افتعال صرع مع المغرب في سنة 1991 لما كانت الجزائر تنهار بمعنى نشبت فيها العشرية السوداء فهي ضغطت على البوليزاريو لكي يوقع اتفاقية وقف اطلاق النار مع الامم المتحدة الوضع اليوم هو يمكن ان نقول بانه يجمع ما بين الوضعيتين السابقتين القيد صالح يعرف جيدا بان الجزائر هي مقبلة على عشرية سوداء والعشرية السوداء بمعنى انها يمكن ان نقول بان بوادرها بدأت الان في مجموعة من المناطق الزغرافية الجزائرية هناك الحديث على مجموعة من الجماعات الارهابية التي تعود بقوة وهناك جماعات وضف بمعنى انها توضف من طرف القيادة العسكرية ومن طرف المخابرات الجزائرية ولكن هو يدفع بمعنى يحاول ان يدفع في اتجاه الحرب مع المغرب لأولا لكي يشتت الانظار بالنسبة للجزائريين نحو عدو مفترض دائما بالنسبة للتقافة الجزائرية وهو تقافة العسكرية الجزائرية وهو المغرب بالنسبة اليهم وايضا لمحاولة تموقع على مستوى السلطة لهذا نفهم ما يجري ونقول بان سيناريو الحرب هو الاقرب المنطقة ويمكن ان نتوقع كل شيء اكثر من ذلك ان البوليزاريو يوجد في وضعية ينتظر تلقي اوامر من الجزائر لكي يعرف ماذا سيفعل هل يستمر على مسألة الطريق في عملية العرقلة للشاحنات وهو عمل من اعمال العدوان ام يتراجع ولكن يبدو بان الجزائر يوم عن طريق القيد صالح تحكم جيدا تحكم جيدا هذه الورقة تحكمها عسكريا ورقة القوليزاريو وسوف تدفع الى خرط اطلاق النار لتدخل الجزائر بعدها اذا يجب الذي يفكر في السلم يجب ان يفكر ايضا في سيناريو الحرب الذي يبدو قريبا وهذا يحتاج الى محاولة الاشتغال على محاولة احتواء الوضع وبمعنى والتنجيه الى ما هو قادم اشتركوا في القناة